اشتركوا في القناة الآن هو موجود في منزلة المؤخر وهي منزلة للربح والعلاج والإطلاف والتفريق والضرر ورح يظل القمر موجود في هذه المنزلة لغاية الساعة خمسة وثلاثة وخمسين دقيقة من صباح اليوم الخميس لا ينتقل بعدها لمنزلة الرشا وهي منزلة للعلاج والربح والسلامة والصلاح القمر بما أنه موجود في برج الحوت معناته اليوم بتلعب الناحية الروحية دور بارز على جميع الأضراج نشعر بالضياع وما مننجح في التركيز على موضوع معين منتذمر ونكشف عن متاعبنا للغير ونجد صعوبة في اتخاذ قرار حاسم قسم كبير من الفاشلين في غرامهم وبينزوا جانبا وبيضرفوا الدمع بعيد عن أعين الآخرين قسم كبير أيضا من الموظفين بيتغيبوا عن عملهم نتيجة المرض أو الشعور بعدم الارتياح النفسي وفي هذه الفترة ممكن بعض الأشخاص يقعوا في حبائل الغرام بوس عن التأمل والصلاة والنجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعية المرضى شراء الزهور واقتناء آل التصوير بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا عندنا أول زاوية زاوية تقابل سلبية بين عطارد وبين المريخ وحكينا أن هذه تأثيراتها لليوم آخر يوم لا إلها طبعا بسود شعور بضيق الصدر فما منتقبل النقد ممكن أن ثور بشكل مبالغ فيه في وجه أي شخص بينتقدنا أو بيعطي ملاحظة بخصوصياتنا أو بتصرفاتنا بتكون ردة فعلنا بكشف عيوبه وأخطاءه ومدل على انتقادات وسائل الإعلام لزيادة نفوذ السلطات الأمنية أو الجيش في بلد ما وقمع حريات التعبير برضو ممكن في هذه الفترة أن تمارس سياسة قمعية ضد الصحافة وممكن يتعرض بعض رجال الصحافة للتعنيف والعدوان وربما السجن بتواجه وسائل الإعلام كذلك انتقادات لردي الأوضاع بالنسبة للقطاع الصحي، القطاع الصناعي، القطاع الرياضي وربما شاهدنا في هذه الفترة إضرابات واحتجاجات للإطباء والممرضين أو ليد العامل في بعض المؤسسات وتوجه انتقادات لقطاع الرياضة وبرضو المطالبة بالاهتمام بشيء العلاقة بالرياضة أكثر وإدراج فئات شبابية في الفرق أو الأندية يعني الأشياء اللي إلها علاقة بالرياضة إلها الحظ الأوفر في الانتقادات أو بالأخبار المسربة والصحة في نفس الشيء أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع السلبية بين عطارد وبين نبتون وهاي طبعا تأثيراتها مستمرة لغاية يوم 4-12 بيكون لدينا صعوبة في معرفة مشاعر الآخرين وبيكون صعب علينا التعامل معهم ممكن ينتج عن ذلك سوء تفاهم أو عدم القدرة على علاج المشاكل العاطفي الناتجة عن ذلك وممكن نرتكب بعض الأخطاء في أحكامنا وهذا الشيء ممكن يعرضنا لخيبات الأمل فعشان هي دائما في هاي الزوايا اللي معنبتون تحديدا منقول ديروا بالكو من الظن أو والله حدثي حكالي حسيت احلمت شعوري يعني الأشياء هاي اللي بتيجي بالظن بدون دليل أيضا سياسيا بتدل على وقوع جدال بين أحزاب اليمين واليسار وأغلب الكتابات السياسية بيطبعها الفكر اليساري الاشتراكي ممكن يتم فضح بعض الحقائق أو التلاعبات بخصوص قطع البحرية أو النفط أو الأمور هاي والمجالات الفنية وبتشهد هاي الفترة تراجع في مبادلات التجارية خصوصا اللي هي مضاربات البورصة والأسهم وخصوصا في أي شيء له علاقة بالسوائل ونزاع بين بعض الطوائف المذهبية أو الفرق الدينية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين عطارد وبين زحل وهي تأثيراتها لغاية يوم اثنين اطناعش طبعا هاي زاوية بتعزز قدرتنا على تحليل الأمور بشكل عام بالنسبة للزاوية التي تليها زاوية التزديس إيجابية بين الزهرة وبين زحل وبرضو تأثيراتها لغاية يوم اربعة اطناعش مناسبة لاستقرار الإعلاقات العاطفية وبيضمون لك إخلاص محبوبك أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين المريخ وبين زحل وهاي برضو تأثيراتها لغاية يوم اربعة اطناعش بتمنحنا وضوح كبير في أمورنا وبتسمح لنا بالتغلب على العنقبات وتجاوزها في أعمالنا ومشاريعنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس منفصلة ما بإيجابية بين المشتري وبلوتو وهاي تأثيراتها لغاية يوم ستعاش اطناعش بتزيد من نمو الأموال والأملاك وبتزيد من كرمنا ولكنها ممكن انها تسبب لنا الإحساس بالكآبة أو الميل للإعجاب بالذات أما بالنسبة للزاوية اللي راح تتشكل اليوم أو اليوم ذروتها عندنا زاوية سريعة اللي هي مع القمر وعندنا زاوية بطيئة اللي هي التقابل السلبية بين الزهرة وبين المريخ بالنسبة للزاوية الأولى هي زاوية التزديس إيجابية بين القمر وبين أورانوس وهاي ذروتها الساعة ثلاثة وسبعة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج يعني تأثيراتها من الآن ولغاية ساعات الظاهرة بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها وممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل سلبية بين الزهرة وبين المريخ وهاي طبعا حكينا أنه بدأ تأثيراتها يوم ثلاثين احداش هي مستمر على غاية يوم اثنين اثناش اليوم ذروتها الساعة خمسة وسبعة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج بتجعل التفاهم مع من حولنا صعب وأكثر المتضررين هم المتزوجون لأنها بتخلق لهم مشاكل عاطفية لها توابع سلبية بتدل على ازدياد أعمال العنف والعدوان خصوصا ضد النساء وزيادة حوادث الاغتصاب والفضائح الجنسية والتهديد الجنسي أو التهديد أو الخيانة الزوجية وبعاني الفنانون والمطربون من عدة صعوبات في تسويق أعمالهم الفنية وهي فترة غير مناسبة للاستثمارات المالية والمضاربات المالية أو البورصة أو طرح منتوجات جديدة للأسواق أما بالنسبة للزوايا التي تليها وهي زوايا ذكرت عنها يوم أمس هي أول زاوية زاوية التربيع سلبية بين القمر وبين المريخ وهي ذروتها ساعة ثمانية واثنين واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش يعني تأثيراتها من منتصف الليل ولغاية ساعة المساء ابتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمن كون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مساعة من كون فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين الزهرة وهاي طبعا ذروتها الساعة تسعة وسبع دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش أكثر المتضررين هم اللي بيكون عندهم مشاكل عاطفية لأنهم بيتجهوا للتنفيذ من خلال صرف النقود بإصراف دون حساب برضو تأثيراتها من ساعات ما بعد منتصف الليل ولغاية ساعات المساء بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين عطارد وهاي رح تكون دروتها ساعة 2.43 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش يعني تأثيراتها من ساعات الصباح ولغاية ساعات المساء بعض الأشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجية طباع أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران سلبية بين القمر وبين نبتون وهاي رح تكون في تمام الساعة 3.35 دقيقة بعد العصر يعني تأثيراتها برضو من ساعة الصباح لغاية ساعة المساء بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين بلوتو وهاي ذروتها الساعة 10.57 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش يعني هاي تأثيرها بيبدأ من ساعات العصر وبيستمر لغاية صباح يوم الجمعة عيزاوي بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ومنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية عن القدمان أصابع القدم الغد النخامية الغد الصنوبرية هرمون الأندروفين اللي هو الهرمون المسكن للألم بيصير فيه بعض الخربطة اللي ممكن أنه الواحد يشعر بالألم أكثر من الوضع الطبيعي فبحاجة لمسكنات بيكون وهرمون الميتالونين وهو هرمون مساعد على النوم عشان هيك بالفترة هاي بيصير إما فيه أرق أو كوابيس أو خربطة في نومنا بالنسبة لهذا اليوم يوصى بإجراء العمليات الجراحية ما فيه أي مشاكل برضو مناسب هذا اليوم لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح هذا اليوم لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي ولكن لا يصلح لإزالة الشعر الزاد بما أن القمر موجود في برج الحوت خلو المسار القادم هو يوم الجمعة اثنين اثناش بيبدأ في تمام ساعة ثنتين واربعة واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرانيتش وبيستمر حتى تمام ساعة أربعة واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرانيتش يعني مدته تقريبا بحدود الساعتين واربع دقائق لا يستقر القمر بعدها في برج الحمل أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدب عمره ثمان أيام في تمام الساعة 11 و 29 دقيقة ظهرا بصير عمره تسع أيام نسبة الإضاءة بتصير اثنين وستين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القوس حتى يوم 21-12 سعيدة بنسبة ثلاثين في المية القمر في الحود حتى يوم 22 هو الآن منتحس بنسبة تسعين في المية في ساعات الصباح بصير منتحس بنسبة خمسين في المية ساعات العصر بترتفع نسبة النحوسة لخمس وستين في المية في ساعات المساء بتنزل نسبة النحوسة لاربعين في المية عطارد في القوس حتى يوم 6-12 منتحس بنسبة 10% الزهرة في القوس حتى يوم 10-12 منتحس بنسبة 25% المريخ في الجوزاء بيتراجح حتى يوم 12-1 منتحس بنسبة 10% المشتري في الحوت حتى يوم 20-12 منتحس بنسبة 25% زحل في الدلو حتى يوم 7-3 منتحس بنسبة 10% وأورنس في الثورة بيتراجح حتى يوم 22.1 منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت بيتراجح حتى يوم 4.12 منتحس بنسبة 10% وبلوتوف الجدي حتى يوم 23.3 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا بيسيطر التعب عليكم لليوم الثاني على التوالي طبعا راح يظل التعب مسيطر عليكم لغاية صباح يوم الجمعة اللي بيشعر بأعراض غير اعتيادية لازم يتوجه لفحص أو لعلاج أو لأخذ راحة حاولوا أنك تأخذوا قسط كافي من الراحة من وقت لآخر اليوم بتحضوا بمساعدة مفاجئة في ظروف صعبة ويحاولوا أنك تتجاوزوا مخاوف ما إلها أي أساس طبعا بما أنه الخمر موجود في بيت المتاعب فكثير من الأمور بتتعطل وحاولوا أنكما تتخذوا قرارات حاسمة برج الثور طبعا اليوم كله بيتركز عن نشاط الاجتماعي ولكن بدكوا تنتبهوا من سوء تفاهم ما بينك وبين أحد الأصدقاء أو انفعالكم من تصرف أحد الأشخاص اتجاهكم خصوصا أثناء مناسبة اجتماعية وممكن يتوجه لكم دعوة لمناسبة سعيدة أو تشاركوا فيها أو حفلة أو تسعدوا من لقاء الأصدقاء علاقات الصداقة بتكون جيدة وبسودها نوع من أنواع التقدير والثقة المتبادلة وحاولوا اليوم تستغلوا علاقاتكم الاجتماعية بشكل جيد برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء يعتبر هذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن أعمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة أعملهم وبإمكانكم تعززوا العلاقة مع المسؤولين ولكن هذا اليوم ما بنصحكم بالتغيب عن أعملكم أو إهمال أعمالكم أو تصرفات ممكن تثير حفيظة المسؤولون عنكم في العمل اليوم تحظى بالشعبية ممكن تكون شوي بعض الأعمال سهلة وميسرة ولكن ما بنصحك بأي مجازفة أو مغامرة اليوم حاول أنك تحافظ على سمعتك بشكل جيد برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا اليوم بتنشطوا بأمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة والعلاقات مع الأجانب أو أشخاص خارج البلاد ممكن تنفعل أثناء نقاش إلوا علاقة بالسياسة أو بالفلسفة والامتحانات كمان اليوم حاولوا تركزوا بشكل جيد وما تعتمدوا على الحبوض وكونوا أكثر صبرا موعيا على الطرقات خاصة ناقية السيارة بين المدن بتشعروا بقوة العاطفة ولكن ممكن يصير فيه سوء تفاهم حاولوا أنك تداركوه يعني الفترة هاي برضو جيدة لدراسة مشاريع كبيرة برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد اليوم بتنشغلوا في إعادة تنظيم أموركم المالية المشتركة من جهة ثم فرصة لمكسب مالي بيجي من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى ثم نفقات متصاعدة ممكن تهتموا بأمور صحية أو أمور عائلية أو تظهر بعض الأمور المفاجئة انتبهوا من الوضع المالي حاولوا أنكم ما تكفلوا أو تضمنوا حد وممكن اليوم تجدوا أنه في زيادة في اهتماماتكم بالأشياء الغامضة أو الروحانيات أو الكتب الخيالية برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء بتتركز جهودكم حول تعزيز شراكاتكم والأجواء مشجعة ويعتبر هذا يوم مناسب لا الأمور اللي إلها علاقة بخطبة أو زفاف أو توقيع عقد ولكن علاقاتكم الزوجية أو العائلية أو مع الشركاء بسودها نوع من أنواع الانسجام إلا أنه من وقت لآخر أو أغلب موليد برج العذراء ممكن شوية يصير فيه سوء تفاهم أو مشاحنة أو معاتبة حاولوا أنكم ما تشدوا كثير في الأمور عشان ما توصلوا لمرحلة القطيعة برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا اليوم بيتراكم العمل لديكم فابدكوا تنتبهوا لأنه القمر موجود في بيت العمل والصحة فبأثر على الأمرين معا فابدكوا تنتبهوا بشكل جيد لصحتكم ما فيه شيء خطير ولكن إلي بشعروا بأعراض غير اعتيادية راجعوا طبيبهم نظموا واجباتكم الغذائية وخذوا قصد كافي من الراحة برضو اهتموا بأعمالكم وبعدوا عن أي سوء تفاهم ممكن يصير ما بينكم وبين زملاكم بالعمل واليوم ممكن تجدوا سهولة في تطبيق بعض الأعمال الروتينية أو المنزلية ولكن ممكن تشعر بالضغط لكثافة الأعمال مرج العقرب ابتجتازوا بصورة عامة فترة إيجابية تشعروا بقوة الحظ والعاطفة والدعم أيضا والحظوظ بالأمور المالية ولكن ما تغامروا وتجاسفوا كثير بالوضع المالي بوسعكم اليوم يعني ممارسة هواية أو ترفيه وتعتبر هاي فترة فيها بعض الحظوظ وبتقوى علاقاتك العاطفية من خلالها وممكن تعرف نوع من أنواع البهج ولكن بدك تحذر لأن القمر منتحس من زوء تفاهم عمال أحبة أو معاهد الأبنى برج القوس طبعا التركيز كله رح يكون على الأمور العائلية والبيتية فبينصب اهتمامكم حول إدخال تعديل على مسكنكم أو الاهتمام بأمور إلها علاقة بترتيب أو ديكور أو البستني أو زراعة الحديقة أو تنظيف البيت أو أشياء من هذا القبيل أو مناسبة عائلية وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة وبتعرف حياتك نوع من أنواع الراحة والبهجة في أغلب الوقت ولكن ممكن أنت يكون لك ردات فعل أو حساسية زيادة مع أحد أطراف العائلة فشوي تغضب أو يتكون لاذع بالكلام برج الجدي طبعا اليوم عندكم نشاط عالي جدا بالاتصالات والتنقلات والحوارات والنقاشات حتى أنه إذا شعرت ببعض التعب بتشعر بالأعصاب من كثرة الإرهاق والنشاط اليوم فبتكون أكثر صبرا أثناء قيادة السيارة داخل المدن علاقاتك اليومية وتنقلاتك بتكون ممتعة بتستفيد في علاقاتك مع المحيط ولكن بدك تنتبه من ردات فعلك وعصبيتك أيضا من تقلبات المزاج عندك وخلي كلامك مرن ما تكون لاذع وجدي زيادة عن اللزوم بدك تحفظ خط الرجعة عشان ما يصير خلاف ما بينك وبين إخوة جيران أحبة أو حتى بالعمل برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا اليوم برضو بيحملكم فرص لمكسب مالي بيكون على الأغلب من عمل إضافي أو مستردات هبات نوع من أنواع الدعم أو تحصيل بعض الأموال أو ترتيب فوتير أو دفعات لإلكم مع هيك بدكوا تحذروا من النفقات المتصاعدة وتنتبهوا على أموالكم من السرقة أو الضياع أو من بعض المحتالين طبعا رح تعرف سهولة في أعمالك اليومية وفي الحصول على الأموال والأرباح أو ترتيب وضع مالي معين خلال هذا اليوم برج الحوت طبعا اليوم ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط واليوم أنت أكثر نشاط وحيوية من ذي قبل بوسعكم السيطرة على زمام الأمور واتدفع بمصالحكم لون طاقتك حيويتك عاطفتك الاهتمام بنفسك قوي جدا وثقتك بنفسك أيضا قوية وبتقضي فترة من الهدوء والسكينة والطمأنينة على المستوى النفسي ولكن حاول أنك ما تكون حساس الزيادة عن اللزوم وتتحسس لأي كلمة أو تصرف من الأشخاص اللي حواليك واتبط عصابك ثق بنفسك وابعد عن أي شيء بيزعجك حاول أنك تلجأ لنفسك وتصادق مع نفسك أكثر هيك من كون تهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر